ثلاثة أيام على قرار ميليشيات الكرامة نقل تبعية المواني والمنشآت النفطية في شرق البلاد لتبعية المؤسسة الوطنية للنفط الموازية ببني غازي بقوة السلاح للمنطق كل المتابعين لهذا القرار عرفوا من الوهلة الأولى أنه لن يتعدى كونه جعجعة بلا طحين وأن أقصى ما سيبلغه هو إيقاف تصدير النفط وتضيع الفرصة على الليبين في الاستفادة من نفطهم في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعاً لم يحصل منذ سنة 2015 وفي اليوم الثالث من قرار حفتر وزابانيته أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا موقفها من القرار الذي تمثل في الرفض والإبقاء على دعم المؤسسة الوطنية الشرعية في طرابلس التي يديرها مصطفى صنع الله بل تعدى الدعم إلى مطالبة ميليشيات الكرامة بالانسحاب الفوري والتلويح بالملاحقة القانونية في حال استمرار إيقاف الموارد النفطية الاتحاد الأوروبي أصدر بيانه بالخصوص ونص على رفض أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج مؤسساته الشرعية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والتهديد بوقف أي عملية في تلك المساعي إذن هو نفس سيناريو جدران يتكرر من إقفال للمؤسسات النفطية وإرغام الليبيين على مقاسات الظروف الصعبة التي ستترتب على وقف المصدر الوحيد لقوت الليبيين ولكن هذه المرة من أياد أخرى أكثر عبثا ترجمة نانسي قنقر